متسولون اصبحوا اثرياء في لحظة فماذا كان رد فعلهم انهم مشردون ربيح اليا نصيب جميعنا نعلم ان هناك الكثيرين الذين فازوا باليا نصيب ونعلم ايضا ان المشردين هم الاقل حظا على الاطلاق ولكنك قد تتفاجأ بوجود قصص لاشخاص لا يملكون شيئا انتهى بهم الامر الى الثراء عن طريق اليا نصيب حسنا دعونا نقابل مجموعة من المشردين الذين ابتسم لهم الحظ اخيرا علوم عالم الترفيه والاثارة مايكل انجفورز بعد طلاق مايكل وانهيار عمله قضى ست سنوات مشردا متنقلا في شوارع اسبن بولاية كوليرادو او في ملجأ محلي اذا امكن وفي احد الايام انفق عشرة دولارات على بطاقة خدش اشتراها من محطة وقود ليصدم بفوزه بنصف مليون دولار كانت احتمالية الفوز بهذه البطاقة بالتحديد هو ثمانمائة واربعين الفا الى واحد وتمكن انجفورز ان يفوز بها بدلا من الاقامة بفندق فخم قضى يومه نائما على ارضية الكنيسة قبل ان يصحبه مدير المأوى لمكتب اليا نصيب لتحصيل جائزته وعند سؤاله فيما سينفق امواله صرح بانها ستساعده في اعادة التواصل مع ابنته ايريك تسجيل مقطع خدعة لمتشرد قد يكون سيئا للبعض ولكن انتشار فيديو تلك الخدعة انتهى بشكل جيد للغاية لاحد المشردين ويدعى ايريك حيث قام اليوتيوبر ماجيكو راهات باعطاء ايريك بطاقة يانصيب مزيفة بجائزة حقيقية قيمتها الف دولار عندما ربح ايريك اليانصيب كان سعيدا للغاية وقرر فورا مشاركة جائزته مع راهات قائلا انه لا يحتاج كل تلك النقود انتشر الفيديو وتضاربت مشاعر الجميع من ردة فعله المتواضعة وقرروا مساعدته حيث جمع اكثر من اربعين الف دولار من التبرعات ساعد راهات ايريك في تأجير منزل مجهز بالكامل لمدة عام حتى ان ايريك اعطى مشردا اخر الف دولار وساعده في استئجار غرفة بفندق لمدة شهر ديريك مابوسو فاز ديريك وثمانية من زملائه في العمل بولاية نيبراسكا بثلاثمائة وخمسة وستين مليون دولار وقاموا بتقسيمها فيما بينهم بينما لم يكن ديريك مشردا في ذلك الوقت فقد قرر كل عام ان يتبرع بعشرات الالاف من الدولارات من جائزته للمشردين المحليين في كل احتفال رأس سنة كان يرسل تبرعا ضخما من خلال بطاقة وولمارت ذات الخمسة واربعين دولار الى مركز المشردين حيث فكر كل من ديريك ومدير المركز في هذه الفكرة لتكون مساعدة رمزية للمشردين في موسم الاعياد ولأكثر من عقد من الزمن جعله ديريك من عادات احتفاله بالعيد ربما لم يحصل هؤلاء المشردون على الياناصيب بانفسهم ولكنهم على مدى اعوام فازوا ايضا بالياناصيب جيلين ويليامز يقول البعض انك لن تفوز اذا لم تلعب ولكن جيلين ويليامز اثبت عدم صحة هذه المقولة والفضل في ذلك يرجع لكرم صوفيا ودراتي من ماساتشوستيس مقارنة بالجميع في قائمتنا قامت صوفيا بخدش بطاقة ياناصيب ذات قيمة قليلة فقط مئة دولار ولكنه كان مبلغا كبيرا لجيلين عندما كان يجلس ويليامز على احدى الارصفة في البرد لاحظته صوفيا ودعته يتناول وجبة دافئة وبعد معرفتها لمكان اقامته قررت الاستعانة بجائزتها وحجزت له ثلاث ليال في فندق فائز غير معروف بينما يسعد البعض بمشاركة جائزتهم مع المشردين يفضل البعض الاحتفاظ بالمال لانفسهم اميلي ليتش من كاليفورنيا فازت بمليون دولار نتيجة خدش بطاقة ياناصيب واستخدمت تلك النقود لسداد ديونها الطبية حيث عانت من مشاكل خطرة في الطحال والبينكرياس وكانت تلك النقود بمثابة المعجزة بالنسبة اليها والمفاجأة ان اميلي فازت مرة اخرى بستة وعشرين الف دولار ولكنها اعطتها عن طريق الخطأ لشخص مشرد كان واقفا خارج المتجر حيث عرض عليها شراء البطاقة لانه يعلم انها فازت من قبل وظن انها ستجلب له الحظ حست اميلي هذا الرجل الذي فضل ان يكون مجهولا على ان تتشارك معه المال ولكنها تلقت ردود افعال سيئة من الجميع كونها مليونيرة وتريد مشاركة المال مع مشرد ويلبور هيربورت الابن عاش ويلبور لمدة طويلة من حياته مشرد يعيش في الشوارع حيث كان معاقل يستطيع العمل او كسب النقود وبمرور الوقت بدأ يتوصل مرة اخرى مع اخوات زوجته لمساعدته للوقوف مرة اخرى شجعته اخت زوجته على المشاركة في يانصيب الجائزة الكبرى التي تبلغ مليارا وستمائة مليون دولار اختار ويلبور صفا من الارقام كلفه دولارين فقط وكان ذلك الاختيار هو ارقام حظه حسنا صحيح انه لم يربح الجائزة الكبرى ولكنه ربح خمسين الف دولار والذي لا يعد مبلغا ضئلا خاصة لشخص مثله ستيف بوريك يعيش ستيف في فانكوفر بكندا حيث انفق ثمانية دولارات في لعبة كينو التي لم يلعبها من قبل والمفاجئ في الامر انه فاز بخمسة وعشرين الف دولار ولكن بسبب عدم امتلاكه لهوية شخصية لم يستطع بوريك الحصول على جائزته انتهى الامر به حيث انتهى زواجه وسقط في ديون طبية وعانى من الاكتئاب حيث صرح انه يعمل يوميا في وظائف مؤقتة ولكي يستبل صورة بطاقة هويته يحتاج لنسخة من شهادة ميلاده والعكس صحيح بعد ثماني سنوات استطاع اخيرا الحصول على جائزته بفضل القنوات التلفزيونية الكندية التي عرفت قصته وقررت المساعدة انفق ستيف جائزته في استئجار شقة وتأمين وظيفة من خلال انشاء شركة انشاءات دينيس ماهيرين بعد ربح الياناصيب ستظن انه من الافضل البدء بشراء منزل اذا لم تمتلك مكانا للاقامة ولكن بالنسبة لدينيس ماهيرين لم يكن ذلك ضروريا لمدة عقدين من الزمن عاش دينيس في خيمة داخل مأوى للمشردين بولاية ايل نوي في احد الايام قررت ترفيه عن نفسه وخدش بطاقة يا نصيب ليكتشف انه قد فاز بخمسين الف دولار على الرغم من صدمته وسعادته بفوزه فقد قرر ان افضل استخدام للمال هو مساعدة الاخرين الذين يعيشون معه في المأوى وبالطبع شراء خيمة اكبر لنفسه كريستال ميلسون على الرغم من عيشها في عربة تعتبر كريستال نفسها محظوظة حيث فازت بألف دولار في احدى بطاقات اليا نصيب وهو اكثر مما يمكن ان يربحه معظمنا نتيجة العديد من الظروف السيئة وجدت كريستال نفسها تعيش داخل عربة مع اصدقائها وتعمل كناقلة للصحف المحلية في احد الايام قامت بشراء بطاقة يا نصيب ااملة في الافضل فانتهى بها الحال فائزة بخمسين الف دولار قررت كريستال شراء شقة جديدة وسيارة وحتى ذهب في عطلة لزيارة اخيها في اريزونا ومساعدته في الحصول على اشياء مثلها الا انها لا تنوي تغيير اسلوب حياتها كثيرا جون مايكل لابلانك تحول رجل مشرد من سعيد الى بائس عندما عثر على بطاقة يا نصيب فائزة ومحاكمته بسبب صرفها اعتقد جون انه يوم حظه بعدما وجد بطاقة فائزة بمائتين وستين دولار ولكن تبين بعد ذلك انها فقدت من قبل سيدة قد التقطت صورة لها على هاتفها وعندما ابلغت السيدة عن فقدانها تم محاكمة جون لصرف البطاقة وتم الحكم عليه بارجاع المائتين وستين دولار كتعويض بالاضافة الى مائة وثلاثين دولار كغرامة للسرقة ولحسن الحظ علم اثنان من المواطنين بالواقعة وتطوع لسداد الغرامة عنها الى جانب ذلك فقط استطاعوا جمع الف وثلاثمائة دولار لجون بعد اطلاق الحكم اذا اعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو ومشاركته مع الاصدقاء لنستمر في عرض المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة